مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات في أول تحرك ربما يكون بعد قرار السيد الصدر من أو بالانسحاب من العملية السياسية وإذا ما تمت المشاركة إلى أي مدى قد تخلق نوعا من التوازن السياسي برأيك يعني لحد هذه اللحظة على ما أبدو يعني أن التيار الصدري أو السيد مقتل الصدر يعني غير راغب في المشاركة لا أستطيع أن نتحدث فيما سوف يأتي أيضا ربما لنتحدث بصراحة اليوم أنا أعتقد أن هناك الكثير من الكتل السياسية المهيمة والمسيطرة والتي استطاعت أن تتوسع يعني بانسحاب التيار الصدري أعتقد هي غير راغبة بمشاركة التيار الصدري وتعمل بشكله بآخر على عدم إشراك التيار الصدري وبالتالي يعني نلاحظ اليوم مع وجود إشكاليات كبيرة لكن هناك إصرار على أجراء هذه الاتخابات التي قد تكون بداية لأزمة ثقة ربما يعني خصوصا اليوم نتحدث عن هذه المجالس لها تجربة سيئة مع المواطنين لها تجربة سيئة مع إدارة المحافظات لها تجربة سيئة في عمليات الفساد وبقية القضايا الأخرى وبالتالي اليوم أقول الحديث عنها أو الحديث عن الذهاب لها قد يكون هو بداية لأزمة حقيقية لأن بالنتيجة هي عملية تحدي ما بين إرادة شعبية وما بين إرادة حزبية كيف تكون هذه الآليات لا أستطيع الحديث عنها بشكل واضح الآن ولكن بالنتيجة أقول أن هذه الانتخابات حتى وأن جرت فأن الحكومة ستعاني من إشكاليتين أساسيتين ربما الإشكالية الأولى هي ربما ضعف المشاركة إذا لم يشارك التيار الصدري وبقية القوى السياسية أيضا أو الأغلبية الصامتة اليوم التي ترى في أن المشاركة بهذه الانتخابات وعبلية تضيئ للوقت وبالتالي الاستمرار أو البقاء على العزوف عن الذهاب الانتخابات وبالتالي إذا كانت نسبة المشاركة قليلة أعتقد سوف تسبب حرجا واضحا للحكومة العراقية وأيضا نزهت هذه الانتخابات في ظل قانون انتخابي غير مرغوب به وفي ظل وجود سلاح خارج سيطرة الدولة وفي ظل وجود غياب الشفافية التي من الممكن أن يتوقعها بالتأكيد أعتقد أن هذه سوف تكون عوامل مؤثرة بالنسبة للحكومة فيما إذا شارك التيار أعتقد أن مشاركة التيار مشاركة مهمة لكن بالنتيجة أيضا ربما مشاركة التيار معناه أعطاء شرعية للعملية السياسية أعطاء شرعية لهذه الحكومة التي وصفها السيد الصدر بأنها حكومة المحاصصة ويعني لحد قبل يوم أو يومين رفض السيد الصدر أعطاء بعض المقاعد للحاج وقال لا تتعاون مع الفاسدين أو لا تتعاون مع المحاصصاتين وبالتالي يعني هو لحد هذه اللحظة يعلن رفضة للمحاصصة رفضة لتشكيلة الحكومة بهذا الشكل رفضة الإجراءات اليوم التي تقوم بها الحكومة والتي يقوم بها البرلمان وبالتالي محاولة سيطرة الأحزاب على حساب المعالجات التي من الممكن أن تقدم إلى المواطن أو أن تعبل على حل الإشكاليات الكبيرة والكثيرة التي تعاني منها الدولة العراقية والتي تدفع ضريبتها بالتأكيد المواطن بالتالي مشاركة التيار بالتأكيد مهمة وسوف تكون فاعلة وترفع من نسبة المشاركة لكن لحد هذه اللحظة القراءات يعني تبدو أن التيار غير مشارك ولن يشارك في هذه الانتعام